تصاعد الغضو المسيحي تجاه بابليون بعد اعتداءاتها على بطريارك الكنيسة الكلدانية الكاردنال لويس رفائل ساكو مليشيا بابليون أجبرت رئيس الجمهورية على إصدار قرار بسحب مرسوم ساكو على خلفية كشفه لزعيم هاريان الكلداني الذي أشرف بنفسه على نهب تحف أثرية مسيحية من دير مار بهنام ما دفع رئيس وزراء حيدا لا بادي أن ذاك لطردها من قضاء الحمدانية بكامله في عام 2017 دعم الحجد شعبي أمنيا والدعم السياسي لبابليون من قبل الإطارة التنسيقية عاد سيطرتها على قضاء الحمدانية وقامت بقمع أصوات الأساقف البرزين في سهل نينوى والذين أكدوا أن مليشيا ريان الكلدانية تنفذ أجندات إيرانية في مناطق سيطرتها